موسيقى موسيقى زاي وأود الإشارة هنا إلى الباطل الشيطاني الذي يأتي به منهج تيمية من عند غير الله والذي نجد فيه اختلافا كثيرا واضطرابا وتناقضا كثيرا وسرعان ما ينكشف لكل عاقل سوي غير تيمي قبل بضع الصفحات كان الذهبي قد تعدث عن الفتنة بين السنة والشيعاء وأشار إلى أن خليفتهم المقدس قد بعث من سكن الفتنة فإذا كان ابن العلقمي قد فعل ذلك فقد فعله بأمر الخليفة الإمام أمير المؤمنين ولي الأمر فإذا كان ابن العلقمي قد سكن الشيعة وصبرهم فقد فعله بأمر الخليفة هو الذي قال قال الخليفة أرسله إليهم بعث إليهم من سكن الفتنة فقد فعله بأمر الخليفة الإمام أمير الممين ولي الأمر فما معنى اتهامك وافترائك على ابن العلقمي بتآمر وبالتآمر مع هلاك وعساكره ثأرا لما وقع على أهل الكرخ بزعمك أن ابن العلقمي حنق ونوى شرا وأمر أهل الكرخ بالكف والصبر في نفس المصدر تاريخ الإسلام في الجزء الثامن والأربعين في صفحة ثمانية وعشرين قال الذهبي سنة خمس وخمسين وستمائة ستمائة وخمسة وخمسين هجري الفتنة بين السنة والشيعة وفيها كانت فتنة هائلة ببغداد بين السنة والشيعة أدت إلى خراب ونهب وقتل جماعة من الفريقين واشتد الأمر ثم بعث الخليفة من سكن الفتنة فإذا كان بأمر الخليفة ذهب ابن العلقمي لتسكن الفتنة لماذا تتهم ابن العلقمي إذن؟ بأنه نوى شرا وعلى أثرها تآمر معه ألاك على فرض صحة اتهام التكفيريين التيمية لابن العلقمي وأنه نوى شرا وأنه تآمر معه ألاك ضد السلطة في بغداد فما هو فرقه عن أئمة التيمية في هذا الزمان الذين لم يضمروا فقط بل أعلنوا وبكل صراحة وهم يطلبون ويكررون ويتوسلون الأميركان والغربيين وحتى الإسرائيليين وبكل ذل وهوان مستنجدين بهم لتخليصهم وتخليص أتباعهم من قبضة جهة شيعية هنا أو هناك أو من قبضة جهة عكومية هنا أو هناك فما الفرق بين ما فعله ابن العلقمي واستنجاده بالمغول والتتار وبين ما يفعله أئمة التيمية الآن واستنجادهم بالغرب والأميركان مع ملاحظة الفرق بين حجم الجرائم ومستويات قبحها ومنافذ الخلاص منها والجهات المنفذة والمسببة لها